السلام عليكم يعطيكم العافية شباب اليوم رح نكمل الجزء الثاني من معادلة الدائرة كنا تعرفنا على معادلة الدائرة في الفيديو السابق وتعلمنا ان انا بقدر اوجد معادلة الدائرة من خلال مركز وننقاف او من خلال ان اعطيك مركز ونقطة تقع مباشرة على الدائرة اتفقنا ان اي نقطة تقع على الدائرة هي عبارة عن بتحل الدائرة يعني زي انا عندي لقيت اي نقطة تقع على الدائرة مباشرة هاي النقطة بتحل معادلة الدائرة او ممكن احلها من خلال انه المسافة بين المركز ونونقاف بين المركز واي نقطة على الدائرة هو عبارة عن مين عبارة عن نونقاف اللي احنا ما نسميها راء فبالتالي لو معطيك مركز ونقطة على الدائرة منرجع كأني معطيتك مركز ونونقاف بس بزيادة خطوة انه النقطة اللي على الدائرة المسافة بينها وبين المركز اللي هو عبارة عن نونقاف راء وبعديها نروح لمعادلة الدائرة منعوط بدل دالوها اتفأنا ان دالوها هم عبارة عن إحداثيات المركز وراء هي عبارة عن نونقاف طبعا هاي راء تربيع انت بتطلعها براء وبعدين بتربع عندك ياها عشان تحطها في المعادلة عسنا حتى ذكرك بلشنا في معادلة الدائرة هيك سورتها اتفأنا سورتها القياسية اتفأنا ان الكتاب معطيك عندها اذا كانت معادلة الدائرة اذا كانت مركزها نقطة الأصل وحكينا ان احنا ما بدنا نحفظها احنا نحفظ الصورة القياسية العادية اللي هي بكون مركزها نقطة غير نقطة الأصل بحيث ان دالوها هي احداثيات المركز وراء هي عبارة زي ما قلنا نونقاف هلا لو كانت المركز قلنا زيرو نقطة الأصل صفر صفر فرح اعود بدل دال صفر وبدلها صفر بترجع على الصورة الاولى لانا قلتلك مو ضروري انه انت معانا تحفظها تمام بالفيديو السابق حلينا وتعلمنا كيف نجد معادلة الدائرة وقفنا عن تدريب ستة اربعتاش حلنا وصلنا عند با ولكن ما حلناش معكم تعال اذكرك اذا انت عندك هاي معادلة الدائرة كانت سي ناقص واحد تربيع زائد صاد ناقص خمسة تربيع تساوي ستة وتلاتين لان هلا بطلب منك بالعكس مش اعطيك طلع لي معادلة الدائرة لا انا بدي اعطيك هلا بالعكس انا ما اعطيتك معادلة الدائرة انت بدك تطلع لي المركز وبدك تطلع لي نونقاف كيف منطلعهم هلا معادلة الدائرة عندك ها هون ناقص واحد تربيع زائد صاد ناقص خمسة تربيع تساوي ستة وتلاتين بالعكس انا اعطيتك ايها جهزة بدي اطلب منك تعطيني المركز وننقاف ننقاف ايش اسهل منه جذر ستة وتلاتين وتساوي ستة طلعت معانا بس المركز الاحداث السيني الاعد مع السينات والاحداث الصادة الاعد مع الصادات والاحداث السيني واحد مع الصادات خمسة دكاك تركز بجغلة كتير مهمية لإشارات الصورة العامة العلاقة بين دال و سن طرح علاقة بين صاد وها طرح فهون لازم يكون طرح عشان تاخد العدد جاهز متل ما هو طب ممكن يكون اشي تاني اه تعال نشوف المثال هاد هاد المثال من عندي حقيتلك سين زائد احمد تربيع زائد صاد ناقص الياس تربيع تساوي مية واحد وعشرين وطلعك اعطيني ننقاف ننقاف بين جذر المية واحد وعشرين يعني احداش المركز ركز شباب كيف منطلعه الاحداث السيني الاعد مع السنات عمك احمد والاحداث الصادي الاعد مع الصادات عمك الياس دكت ركز للأبشاراتهم العلاقة بين سين و احمد جمع انا بالقانون لازم تكون طرح من وين الجمع هي جات نصف سادس يش كنا نقول ناء سالب السالب موجب فهي السالب من القانون فصارت سين ناقص هاي السلب من القانون اذا احمد بالاصل شو كانت اشارته كانت اشارته سالبة تعال شوف الياس نفس الشي ولا لأ شو علاقة بين صادو الياس طرح بالتالي صح زي القانون إذن باخد الياس جاهز إذن إشارة الياس كانت موجبة فنزلت عادي لكن أحمد كانت سالبة من القانون سالب فصارت شو موجبة هاي إنه كيف لو قتلك بالعكس أنا عندي معادلة الدارة نتعطني إيهم هيك إنت جاهز تحل الفرع الثاني من التدريب اللي إحنا ما خلصنا أو اللي إحنا وقفنا عنده إذن تدريب ستة أربعة عشر صفحة 58 باشي بحكي جد إحداثيات نقطة المركز وطول قطر لاحظ شباب إنت القانون بيعطيك نص القطر يعني جاب إن هاي دك تضرب باثنين اللي معادلتها سين ناقص خمسة تربيع زائد صاد زائد ثلاثة تربيع تساوي تسعة وأربعين يلا من هون سين ناقص خمسة المركز قلنا إحداثياته السينية اللي قعد مع السين خمسة الصادية اللي قعد مع الصاد ثلاثة بس مسنا نركض على الإشارات بالقانون أصلا في طريح ممتاز إذن الخمسة عادية هون في جمع زي عامك أحمد قبل شوي فالجمع شو بالأصل كان كان عبارة عن سالب سالب ثلاث هاي السالبة من القانون وهاي السالبة اللي هي إشارة مين الثلاثة فهي الثلاثة شو إشارتها عندنا إياها هون سالبة طيب قدش نونقاف جذر تسعة وأربعين يعني سبعة إذن السؤال جدا سهل لغاية الآن إحنا شو مخلصين مهارات مخلصين مهارات إنه أنا أعطيك مركز ونونقاف أو مركز ونقطع الدائرة تعطيني المعادلة أو أعطيك المعادلة ولكن بتكون بالصورة شباب شو بتكون بالصورة القياسية وانت بطلع لي المركز وبطلع لي نونقاف طيب هيك خلصنا لأ ضل عندنا آخر جزئية بالدرس اللي هي استخراج الصورة العامة لمعادلة الدائرة اللي صورة هاي إحنا منسميها صورة شو اتفقنا صورة قياسية بقدر أطلعها وبقدر أطول منها مركز ونونقاف طيب هاي الصورة بقدر أطول منها صورة عامة كيف؟ عندك هاي الصورة هون تربيع هون تربيع هون تربيع تيجي نفك التربيع هذا القصي ناقص دا التربيع هي بارعا شو الأول تربيع ناقص الأول في الثاني في الثانين زائد من القانون الأول تربيع ناقص الأول في الثاني في الثانين زائد الثاني تربيع ها تربيع سين تربيع سين تربيع سين تربيع سين تربيع نزلت كل اشي مثل ما هو بس نقلت را ما عجبتني راهي هون نقلت هون عشان هاي المعادلة تساوي زيرو هاي شباب بنا صفتها بس شوي حطوا اللي سين تربيع زائد ست تربيع مع بعض تمام هون ناقص دال سين ناقص تنين ها ساد بعدين زائد دال تربيع زائد ها تربيع ناقص را تربيع هاي بنسميها احنا الصورة العامة لمعادلة الدائرة اذا هاي هي الصورة العامة لمعادلة الدائرة هاي الصورة القياسية وهاي الصورة العامة بالصورة القياسية انت بتقدر تستخرج المركز وننتقف بسهولة بالصورة العامة هلا رح اعلمك لو انا جبتلك معادلة زي هيك اول شي بديك تتعرف عليها مش شباب تاسع خلاص تحفظها تنساها خليها ببالك اي معادلة فيها سين تربيع وفيها صاد تربيع ومعاملاتهم متساوية وتساوي واحد اعرفنا هاي معادلة شو دائرة طب ميز كيف اطول لك المركز انا كيف اطول احداثيات المركز وكيف اطول لك رأيش بتساوي من المعادلة هاي من الصورة القياسية علمتني ها احمد ولياس باطول نفس الاشارة اذا كانت سالبة العدد باشارته كانت نجي بعكس الاشارة طب هون كيف اخدها صلي عنا بقول اشي تطلع هون دال اعدى مع مين اعدى مع سين ومع سالب تنين ها اعدى مع مين اعدى مع تنين وسالب تنين وسالب تنين وسالب يعني احنا حداثيات المركز عنا اياها دال وها صح؟ دال من هاي المعادلة مربوطة بتنين ودال وسين وها مربوطة بسالب تنين وها وصد كيف اطول دال من هون؟ هاي دال كيف تاخدها؟ بدك تقسم على سالب تنين معامل سين اذا انا المركز صار عندي بقدر اطوله دال عبارة عن سالب نص معامل سين طب وها نفس الشي بدك تقسم على سالب تنين معامل ساد اذا سالب نصف معامل ساد اذا دالوها بالصورة العامة سالب نص معامل سين وسالب نص معامل ساد ممتاز اذا دالوها مربوطين بسين وبساد سالب نص معامل سين بطول دال سالب نص معامل ساد بطول ها بضل عليك كبير الطول را شوف را مربوطة مع مين؟ را مربوطة مع دال تربيع وها تربيع اذا را بقدر اطولها مين؟ تحت الجذر بتجيب دال بتربعها بتجيبها بتربعها انت ردي تكون طلعتها الخطة القبل بتقيم منها شو؟ بتقيم منها المعامل الثابت الثابت او الحد الثابت نسميه الحد الثابت هيك بس بديك تفهم بشكل عام الصورة العامة ما جبتاش من جيبتي فصلنا الصورة القياسية فكنا التربيع تبع الصورة القياسية وطلتلك فيه لها صورة تانية اسمها الصورة العامة بس بالصورة القياسية انت بتقدر تطول المركز ونص القطر بسهولة طب بالصورة العامة كيف؟ الصورة العامة شان تفهمها لازم يكون عندك سين تربيع وصوات تربيع وكل معاملاتهم واحد تمام؟ خلص بس تشوفها عرف نهاية معادلة الدائرة كيف بطول دال؟ سالب نص معامل سين كيف بطولها؟ سالب نص معامل صاد كيف بطول راء؟ بطول راء من دال تربيع زادرها تربيع؟ ناقص الحد الثابت طب مس اعطيني مثال خليني اعرف اطولها شباب عبير ما اعطيك مثال بديك شوي تروح على مثال 6-13 صفحة 58 عم بيقولك جد احداثيات نقطة المركز وطول نص القطر للمعادلة الدائرة التالية شوف كيف بكون شكلها صاد تربيع زي ما اتفقنا زائد سين تربيع ناقص 6 سين زائد 8 صاد ناقص 11 صفحة وصفر شوف حل اللي كتاب هلا أنا ما جبت لك سيطة لانه انت اكمال المربع اتعلمتوا بتاسع الفصل الاول بدي رجع هاي الصورة العامة للصورة القياسية يعني الشغل اللي انا عملته اللي كنت افاك فيك هلا بديك ترجع فيه رجوع بديك ترجع فيه رجوع باستخدام مين؟ باستخدام قانون اكمال المربع كل هاي الخطوات انت بتقدر تطلعها من خلال القانون اللي انا اعطتك ايا تعال ننقل للمثال بس دا نقل الصيغة هاي واحلها وورجيك كل هاد احنا ما رح نحله رح نمشي على القانون اللي اعطتك ايا يلا معاي ننقل خلينا نقول لك اياها اللي هو عنا اياها مثال مثال ستة تلاتة عش بول لك يا اش كبيري مثال بدي نجد مين هذا خطو احلى لك احداثيات بدي المركز يمس وبيدي منك توجد لي كمان نون قاف تمام؟ شو المعادلة؟ سين تربيع زائد صاد تربيع ناقص ستة سين زائد تمانية صاد ناقص 11 تساوي صفر ركز لي هون صفر تمام؟ يلا المس حكتلي انه المركز اللي هو عبارة عن ادو ايه؟ بجيبو مين؟ دال Layer بجيبها من سالب نصف معامل سين وهاء بجيبها من سالب نصف معامل صال طبعا احنا من نعرف السالب معناه عكس الاشارة يعني بتروح لمعامل سين في المعادلة هيو تمام؟ شو يعني نص، يعني على 2 اذا بدي اجيب اقسم معامل سين على ساب 2 سـالب نصف وعامل سين دي اقسمها على ساب 2 شو معامل سين ؟ قوة قتل لي 6 بتاخدها مع إشارتها سالب 6 كيف بطولها برضه بقسم على سالب نص معامل صاد بطير على المعادلة ومعامل صاد هيو شو أشارته بوجب 8 سالب مع سالب بروح 6 على 3 على 2 على 3 فاصلة 8 على سالب 2 على 4 إذن المركز سالب 2 على سالب 4 وإنت تحيل خلي عليك صفحة 58 على المثال شوف كم خطوة أخذ منه الحل لحتى يطلع نفس الحل اللي إحنا حلناه تمام؟ طب ضل علي أطلع مين؟ يما ضل عليك تطلع راه بتقولي الراشة بتساوي تحت الجدر دال تربيع زائد ها تربيع ناقص الحد الثابت يو دال تربيع قرد طلعتها شو طلعت معاك؟ 9 صاح يا 9 3 تربيع 9 زائد سالب 4 تربيع 16 ناقص تنزل تقنية القانون حد الثابت من هو الحد الثابت؟ تروح للمعادلة شو الحد الثابت عندك يا؟ تخدم عشارته سالب 11 شو بيصير عندك؟ تحت الجذر سالب السالب موجب 11 مع التسعة 20 16 36 شو الجذر الـ 36؟ 6 حلو إذن مركزك 3-4 ونوقف عندك ياها 6 شوف إحنا ولكتاب نفس الشيء وهو أخذ منه أبصر كم من 17 سطر حلو؟ بس وعمل إكمال مربع ورجع الصورة العامة للصورة القياسية وطلع ليها بس بس أنت شو هيك؟ طلعتها بالقانون اللي أعطتك هيه إذا ما يكون عندك معادلة بالصورة العامة هيك بتطلحها بالصورة القياسية زي أحمد ولياس بتطلحهم بسرعة بتستنتجهم تدريب 6-15 بيقول جد إحداثيات نقطة المركز وطول قطر الدائرة التي معادلتها كذا 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 تعال نطلحها يلا بسهولة شوف التدريب بيحكي جد إحداثيات المركز وطول قطر الدائرة التي معادلتها سين تربيع زائد سط تربيع شو بتساوي؟ صفر يأ بقول إحداثيات المركز سالب نص معامل سين عاد يكتبها هيك صح وسالب نص معامل مين صد يلا اللي هي نفسها شو؟ تعال هون إيش معامل سين هاي سالب نص معامل سين اتنين بإشارته فاصلة معامل صد هاي سالب تنين نص قصدي الستة بتاخدها مع اشارتها شو صارت هاي سالب ستة سالب السالب شو موجب فهون صارت الإحداثيات السينية واحد والإحداثيات الصادية شو صارت هون سالب واحد وهون ثلاث تنين على تنين واحد وستة على تنين ثلاث تمام؟ هلا هلا إذن سالب تنين سالب واحد وسالب السالب على تنين من وين السالب أصلا أريد معامل صاد سالب ومن القانون عندي إياها سالب حلو ضل نطلع را را المسحكتلي تحت الجذر دال تربيع زائد ها تربيع ناقص الحد الثابت يلا ضل نطلع دال وها غلط من هون بطلع جوابك غلط تعال هون دال تربيع يعني سالب ناقص من القانون الله يرضى عليك هلا حد الثابتون قداش قيمته سالب 15 بتاخده مع إشارته فسالب 15 سالب السالب هتصير هون عندك إياها شو مجب 9 و 1 10 و 15 25 شو جذر 25 5 إذن المركز سالب 1-3 وننقاف عندك إياها يكبير 5 تمام لو نزلنا لتحت بحكي لك الصورة القياسية نفس اللي شرحت لك في البداية صورة قياسين المعادلة كذا 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 وفتكم مش عارف شو هدا كله أنا أعطت أكي حل التدريب 6-15 باستخدام الصورة العام لمعادلة الدائرة أريد إحنا أصلا حلنا عليها ما حلنا على طريقة المثال طبعا راهون يا إمي دال تربية زادها تربية ناقص الحد الثابت هدارت تحت الجذر دائما حشوة الجذر اتفقنا لازم تكون أكبر أو بتساوي 0 هيا هم بالتالي إحنا هيك شوية كبير خلصنا كمان فكر لماذا الشرط جاوبنا إذا كانت دال تربية زادها تربية ناقص جين تساوي 0 ماذا تمثل معادلة الدائرة إذا 0 يعني ننقف 0 يعني راه 0 طب شو المعاد شو الدائرة اللي نص قطرها 0 ما فيش دائرة أصلا لأن نص القطر عندك يا شو صار نص القطر عندك يا 0 تعال نطير مع بعض على مثال 6-14 فكرة هذا المثال يا مس أنه حدد موقع كل من النقاط التالية بالنسبة للدائرة لمعادلتها كذا كذا ومعطيك ثلاث نقاط شو الفكرة هاي الدائرة لها هاي المعادلة بدي أحدد النقاط التلاتي هدول وين بيقعوا بالنسبة لهاي الدائرة كيف يعني شوف للدائرة هاي أنا في عندي ثلاث احتمالات هذا اسمه مين اسمه مركز في عندك ثلاث احتمالات لوقوع النقاط ممكن الدائرة تكون خارج النقطة تكون خارج الدائرة ممكن النقطة تكون داخل الدائرة وممكن النقطة تكون تقع على الدائرة بالضبط إذا كان محتمال ثلاث احتمالات طبعا كيف مس بدي أعرف بديك تربط علاقة هاي النقاط بالمسافة النقاط اللي هي رأ اللي هو ننقاف إذا كانت النقطة أقل من ننقاف من نص القطر فهي تقع دائرة على الدائرة وإذا كانت النقطة مسافتها بالنسبة لمعادلة الدائرة أكبر من رأ إذا هي شو تقع خارج الدائرة طبعا كيف عرف من أطولها تعال نشوف المثال نطبق مباشرة للمثال المثال بحكي لك هاي معادلة الدائرة تمام وعطان النقطة ألف وبا وجين هدول النقاط بتعوضهم في المعادلة إذا أنا هاي المعادلة سؤال عطاني إياها بعوض محل سين النقطة 2 ومحل صاد النقطة سالبة 2 وبشوف هدين النقاط الجواب اللي رح يطلع معاي هون شو علاقته بالنسبة لل 25 زي ما اتفعنا زي قل من 25 النقطة جو الدائرة تساوي 25 النقطة على الدائرة أكتر من 25 النقطة شمال النقطة ناقص 1 تربيع زائد محل صاد سالبة 2 زائد 2 تربيع شو علاقتها بال 25 2 ناقص 1 1 1 تربيع 1 زائد سالبة 2 زائد 2 راح 0 شو علاقتها بال 25 ال 1 من 25 إذا النقطة ألف تقع شو تقع داخل الدائرة الم الممركز معانا هدول هم عبار عن شو هون تع نروح نفحص ب بحط محل السينات سالبة 2 فبصير سالبة 2 ناقص 1 تربيع زائد محل الصاد سالبة 6 سالبة 6 زائد 2 تربيع شو علاقتها بال 25 سالبة 2 ناقص 1 سالبة 3 تربيع 9 زائد سالبة 6 زائد 2 سالبة 4 تربيع 16 شو علاقتها 25 9 المقطة B شو مالها تقع على الدائرة الزائد اللي بتقع وين على الدائرة لأنه ننقف البعد بينها وبين المعادلة الدائرة هي الدائرة شو ماله 25 هو نفسه ننقف نصف القطر بتاع نفحص نقطة جيم بحط بدل الاستينات 2 صارت 2 ناقص 1 تربيع زائد بحط محل الصاد 6 صارت 6 ناقص 1 1 تربيع 1 زائد 6 زائد 2 4 تربية 64 8 يعني 6 زائد 2 8 8 64 60 شو علا قطها بال 25 1 زائد 65 65 أكبر من 25 إذن النقطة جيم تقع خارج وين خارج عندي الدائرة هيك شباب الدرس خلص فكرة وبعطيك أنا نقاط من عندي عشان انت تطلع معادلة الدائرة أو أنا بعطيك معادلة الدائرة سواء كانت بالصورة قياسية أو العامة وانت تطلع المركز ونص القطر بظل في عندك تحدي تعلم يسمى المستقيم لا مماس الدائرة التي مركزها ميم إذا قطعت من نقطة واحدة فقط يعني هذا المماس وهاي الدائرة بقطعها بنقطة واحدة النقطة ألف هاي هاي نقطة شباب الدرس أسئلة الدرس شباب السؤال الأول ألف مباشر مركز ونص قطر ب مباشر مركز وقطر بقسم الجواب شو عتنين طبعا شباب أنا هون أكتلك على شغلة ننقف طلعة ثمانة سبعة سبعة ضرب اتنين أربعة عشر لش أربعة عشر لنهو أين لقطر تمام يعني ننقف سبعة والقطر لش هزا الفكرة الثانية بيكون المسافة بين هاي النقطة وهاي النقطار ناخدها بيضل عندك دال وها أنا رح أحل لك إياهم تمام لأنه فكرتهم شو فكرتهم جديدة إذا نسؤال الأول ألف وباء و جيم عليك واجب لأنهم جدا سهلين أنا حلل لك دال وحلل لك ها تمام السؤال الثاني ألف وباء جدا سهلين جيم ودال وها برضو يعني حلوين وسهلين بس أنا رح لك يون فبنصير عندك الأول ألف وباء هم شو الواجب ولكن البائي لا إن شاء الله بحللك إياهم بالفيديو التالي ويعطيكم ألف عافية